جزاكم الله خيرا من معنى قوله يسمى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صحبك يقول رواية اليمين على مية المستحلة معنى هو رحوة هو أن من حلف يمينا لخصمه من حلف يمينا لخصمه أو لمن يتالبه بشيء أو يسأله عن شيء فإذا حلف الإنسان من أجل أن يقطع الخصومة أو يبعد الاتهام عن نفسه فإن اليمين على ما يصدقه به صاحبه لا على ما يميه هو بقلبه لأنه حينئذ يكون غالبا إذا حلف لخصمه ومن يتهمه بشيء أو يحمله شيئا وحلف على نفيه من أجل تبريعته لمته وهو لم يصدق في هذه اليمين ويريد خلاف ظاهرها فإنه يكون غاثما لأن اليمين في هذه الحالة على ما يصدقه به صاحبه لا على ما نراه هو فيقول هذا من الكذب والذن الذي يأخذ عليه الإنسان نعم